في العراق حينما تفرق المصالح شركاء العملية السياسية فإن المظلة الإيرانية تجمعهم إن لم يكن بالترغيب فبالترهيب وهذا ما حصل مع السياسيين الذين ألمحوا علانية برفضهم النفوذ الإيراني ومنهم مقتدى الصدر الذي يبدو أنه تخلى عن شعاراته من قبيل استقلال القرار السياسي في العراق ومحاربة الفساد والتبعية للدول الأجنبية الصدر استسلم أخيرا لضغوطات إيران وإملاءاتها حيث أفاد موقع جادة إيران المختص بالشؤون الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بعقد اجتماعات مكثفة بين مسؤولين في التيار الصدري وميليشيا حزب الله اللبناني في بيروت بهدف رأب الصدع بين التيار من جهة وإيران والإطار التنسيقي الموالي لها من جهة أخرى وبحسب الموقع فإن التواصل الوحيد بين الصدر وإيران تم عبر ممثل ميليشيا حزب الله في العراق محمد كوثراني بعد انقطاع التواصل المباشر بين الطرفين في حين شهدت اللقاءات الأخيرة في بيروت نقاشا بين الأطراف المذكورة بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق إضافة إلى السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة لا سيما ملف الانتخابات المبكرة التسريبات الصحفية الأخيرة جاءت متزامنة مع الزيارة غير المعلنة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني إلى بغداد ولقائه زعماء الميليشيات ومن ثم تهديده بشن عملية عسكرية برية واسعة النطاق ضد مواقع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة لنظام طهران شمالي العراق بذريعة وجود مواقع عسكرية تهدد الأمن القومي الإيراني كل ذلك التدخل السافر لم يمنع من استمرار مفاوضات الصلح أو بمعنى أدق تقاسم المناصب والنفوذ بين الشركاء السياسيين على حساب العراق والعراقيين كما جرت العادة منذ عام 2003 لتتبخر معها شعارات الإصلاح وحماية السيادة المفقودة أصلا والانعتاق من الهيمنة الأجنبية